موسيقى أهلا بكم وكما كان متوقعا التساقطات كانت بكميات هامة خلال الساعات الماضية وبلغت حسب مديرية الأرصاد 31 مليمتر بالمحمدية 30 بأسفي 26 بالمواصر 20 بالدار البيضاء 15 مليمتر بالمسليمان وجدي بار بعد السجلات بالعرائش 13 بإفران وسطات وينتظر بعد زوال يوم نزول بعض القطارات المطارية ومطار ضعيفة بالجنوب الشرقي وأيضا بالمرتفعات بالسايس وبالسهول الشمالية والسهوب رياح قوية بمنطقة الشرق وبالأطلسين الكبير والمتوسط مع تطي الرمال بمنطقة الشرق وخلال الليل قطارات وأمطار ضعيفة ستهم الأطلس الكبير وكذلك الجنوب الشرقي وبعد قطارات مطارية محتملة بالأطلس المتوسط وأيضا بالسواحل الشمالية وبغرب الواجهة المتوسطية والصدر صحوب منخفضة وضباب قرب السواحل وتساقطات ثلجية محتملة بقمام الأطلس الكبير غدا صباحا قطارات وأمطار ضعيفة متفارقة منتظرة بالأطلسين الكبير والمتوسط وأيضا بالجنوب الشرقي وضباب محتمل بالسواحل الجنوبية وسماء ستكون قيلة الصحوب إلى غائمة بباقي الجهات ورياح نسبيا قوية مرتقبة بمنطقة الشرق وأيضا بالأطلسين الكبير والمتوسط بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال يوم إلى 15 درجة بفرنس 26 منتظرة بوجدة 21 بالدار البيضة و28 درجة متوقعة بمدينة العيونة غدا صباحا ستسجل 9 درجات بإفران 21 بوجدة 16 بأقادير و17 درجة متضرة بمدينة الصمارة يوم السبت ستكون الأجواء غائمة بأقصى الشمال الغربي مع إمكانية نزول بعد القطارات المطرية وسماء قيلة الصحوب إلى صافية بباقي المناطق ويوم الأحد سيكون الطقس مستقر عموما مع سماء قيلة الصحوب إلى مشمسة بجل جهات المملكة نتعرف الآن على مواقع طلوع غروب الشمس ثم طلوع وأفل القمر بمدينة الدار البيضاء الرياح القوية متواصلة ومديرة الأرصاد تتوقع في نشرة خاصة هبوب رياح قوية قد تسراوح سرعتها بين 75 و90 كم في الساعة اليوم وغدا والسهم ميدلز بولمان أزلال الحوز سرودان تشيشاواء أيضا تنغير ورزازات فيجيك جرادا غرسيف تورير توجداء وبركان فمزيدا من الحذر بهذا نهشرة الطقس طمطم في عبد الله ورعايته ورعايته